موسيقى 28 دقيقة على موجة أم الإذاعة الوطنية التونسية في أولى المنوعات التنشيطية لهذا اليوم برنامج يوم سعيد اليومي أن نرفقكم فيه من الستة حتى للتسعة ونهار سبت إن شاء الله من الستة للعشرة في اللقاءة هذه يدي معنا ذيف ينورنا في الستوديو ذيف الماتينال هي فقرتنا المولية ذيفنا اليوم هو سيلوت فيماني هو المدير المركزي للترويج بالدوان الوطني التونسي للسياحة وحديثنا مشيكون سياحة بما أن على أبواب موسم سياحي على أبواب فصل الصيف سيلوت في مرحبا بيك نهاركا سعد ليام أسبوع خير مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين تال إذاعة الوطنية أهلا وسهلا بيك سؤالنا الأول كيفاش استعدنا نحن الكل وانتوما تحديدا ديوان الوطني التونسي للسياحة لهذا الموسم؟ شكرا لك الاستعداد هو الحقيقة متواصل على طول السنة منذ واحد جانفي وحتى قبل واحد جانفي فما استعدادت مثلا للموسم والسنة السياحية خلينا نقوله استعدادات على عدة مستويات على مستوى المنتوج على مستوى العناية بالبيئة على مستوى الاستثمار على مستوى الترويش يعني في عدة مستويات فما أعداد واستعداد حتى معتها أن تكون السنة السياحية 2024 سنة طيبة ونواصل في نفس الاتجاه اللي سرت فيها سنة 2023 شنو أبرز التوقعات لك ياكم؟ والمؤشرات؟ الأخير فإحنا كيف ما قلت لك 2023 كانت سنة طيبة على مستوى الانجازات والأرقا والمؤمل أنه نواصل في نفس التوجه نواصل معناتها في نطاق تصاعدي على مستوى الأرقام على مستوى العائدات على مستوى كل شيء معناتها تكون سنة 2024 تكون سنة متميزة وتكون أحسن من السنة اللي سبقتها مش نفهم وش نمعنيها أحسن من السنة الفارطة هيت نعتيوب بعض الأرقام بالنسبة للسنة الفارطة أكثر ناس جاونا أكثر جنسية من صياحنا العائدات متاع السياحة مش كي كان نجم وقارنوا بعض بسنة الفارطة معناتها السنة الفارطة معناتها كمنا السنة بتقريب 9.4 مليون سائح من مختلف الجنسيات وأبرز الجنسيات معناها عنا الجنسيات السياحة الجيوار أخواننا من الجزائر ومن ليبيا وعنا الأسواق الكلاسيكية كما السوق الفرنسي اللي جاوزت مليون سائح وأسواق أخرى اللي قاعدة ترجع بشوي بشوي وفهم السوق أسواق أوروبا شرقية وأبرزهم السوق البولونية اللي سنة الفارطة جاوزت الميتين ألف سائح كي نحكيو سياح نحكيو أرقام ونحكيو زي دا جودة كاليتي 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 عليج في بعض الأحيان نقولوا اللي السياح اللي جيونا هما من تخنجداج معينة فئة عمورية معينة الكبار في السن ثم هما السياح اللي ما يصرفوش برش يجيو يخذو الباك معناها ويستمتعوا بجمال بلادنا وبالوطنا بتاعنا هل هذا صحيح؟ هو لحقيقة هذي انطباعات وتنجم تكون فيها صحيح وفيها الغالط ولكن باش نكونوا معنتها قبلة لسائح اللي عنده قدرة انفاقية عالية الحقيقة فمه مجهود من جميع الأطراف ويبدأ من المواطن بيدو انت حتى على مستوى البيئة والنظافة والمحافظة على المعات البيئة يعني فمه مجهود كبير يلزم تقوم به جميع الأطراف حتى نستقطب السائح اللي عنده قدرة انفاقية عالية لأنه ما فيش فايدة انك تكون عندك نزل فخمة ومتميزة وفي جانبها تلقى الأوسائح حشاكم فمعطها المجهود كبير من طرف الناس الكل من طرف المداخلين الكل الوزارات الكل الأطراف الكل يعني الوحدات الفندوقية وكالية الأصفار كل المتداخلين يعني حتى المرشد السياحي عنده دوره الناس كل عندها دور من أجل أنه نستقطب السائح اللي عنده قدرة انفاقية عالية وهذا ما نسعى له لأنه ديما نقول وإحنا في السياحة القطاع أفقي ويتطلب تضافر مجهودات الناس الكل ما هيش مسؤولية وزارة السياحة ولا الديوان الوطني تونسي للسياحة هي مسؤولية الجميع وإنتي تحكي عن نزول نحن في تونس الكل عنا 800 نزول 800 وحدة فندوقية عنا يمكن أكثر شوية يخدموا الكل أمورهم واضحة فما فما بعض النزول يمكن فما نسبة قليلة في حدود 20% 25% اللي معنطها مغلقة لأسباب مختلفة الاستعدادات بطبيعة كما قلت انتي فيها الأطراف الكل تشمل النظافة النقل الجوي والبحري المنتوج السياحي والبري والبري المنتوج اللي نقدموه للسياح اليوم شنحويله كيفه شنحاوله النوعه فيه هل نحن وصلنا المرحلة اللي خرجنا مكل السياحة البحرية والتمتع بالسواحل ومشينا قدمنا منتوج اخر على غيرار بلدين العالم اللي قادة تخدم برشا على تنويع المنتوج السياحي هو بطبيعة المنتوج الشاطئي هو العمود الفقري احنا منذ ستينات وسبعينات معناها بدنا بالسياحة الشاطئية وبدنا بالنزول اللي متواجد على الشريط الساحلي ولكن شيئا فشيئا نتقدم وقعدين نقوم بمجهودات لبعطها تواجد وحدات فندقية وانماط اخرى للإيواء السياحي اللي متواجدة في داخل البلاد ووش بشرطه على الشريط الساحلي وهذا من شأنه انه يستقطب نوعية جديدة من السواح من ناحية ومن ناحية ثانية من شأنه انه يمدد في الموسم السياحي اللي احنا تعودنا به الذروة متاعه خاصة بالسياحة الشاطئية ما بين جويل يؤوت واليوم عنا سواحة جينا في سبتمبر والحمد لله عنا سواحة جينا في اكتوبر عنا سواحة جينا في مارس يعني شيئا فشيئا قاعدين نمدوا في الموسم السياحي لأنه فما منتوش يستجيب للفترة هذي كان من السنة ولأذل على ذلك من المنتوج السحراوي اللي نعرف القيمته واللي الناس تجيه في الفترة اللي هي ماهيش فترة الذروة متاع السياحة الشاطئية تجيه في اكتوبر وفي نوفمبر وفي ديسمبر وحتى الابريل من سنة والحقيقة بلادنا تجي فيها منتوج سياحي على طول السنة لأنه من تبرقى وعند رعام وثلوج للجنوب متاعنا والصحراء للسواحل متاعنا للغابات متاعنا لأنه اليوم السائح متطلبات وتغيرت وأيضا بلدان الجوار قاعدين ينفسوا فينا وفيهم شكون فيتنا زي دا كان قارنوا تونس والمغرب في هذا المجال ما تراشي يجبنا نخدمه أكثر اليوم لأنه السياحة متاعنا كانت في المراتب الأولى لازمنا كيف ما قلت لك لازمنا تضافر مشهودات الناس كل ما ينزمش نخليه الحمل الكل على الوزارة وزارة السياحة ودوان الوطني تونسي للسياحة لأنه السياحة شأن وطني شأن يهم الجميع وإذا اقتنعنا بهذا الشيء إن شاء الله ما يكون في مكان الخير باهي التونسي وحظه من السياحة في بلاده والله التونسي احنا معتها على مستوى الوزارة والدوان في نقول لك السبعة ثمانوية سنوات على القليلة الأخيرة كنا دائما حاضرين عن طريق حاملات دعائية خاصة بالسائح التونسي تستهدف التونسي نقوله التونسي ها وشنو فما في بلادك ها من المناطق اللي ربما ما متعرفهمش ها وين تنجم تمشي نعطيه معلومات نعطيه صور نعطيه فيديوات نحاول أنا نحب بالتونسي في تونس في الأماكن اللي ربما هو يكون متواجد في منطقة ساحلية ولا داخلية وما يعرفش المنطقة الأخرى فأحنا عن طريق يعني حقيقة طوى في السنوات الأخيرة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي نعرفوها توصل أكثر للعباد وبإمكانيات مش دايما كبيرة برش فقاعدين نوصلوا في الرسائل هذه للتونسي حتى يقبل على السياحة وحتى يزور بلاده ويكتشف المنطق الجميلة في بلاده ومش بشرطه بإمكانيات مادية كبيرة وسكن في نزل الخمسة نجوم وغيره يعني باستطاعته أنه في مناطق معينة في بإيواء معانتها معين ينجم يكون يمشي التونسي ويتفرهد ويفرهد عائلته ديما يشكم الأسعار التونسي قولك الأجنبي يجيب أقل برشة يخذ باك كامل مع البيئ والإقامة والكل ويستمتع بخيرات بلادي وهنا يكلفو هاي لغالية وزيد من القاش المعاملة الطيبة في النزل في بعض النزل من عموش بتبيع هو المسألة راه معتها فيها تقدير يعني يلزم التونسي يفهم زي دا لني باش يتحصل على أسعار تفضلية لازم يبرمج العطلة متاعه والإيجازة متاعه اللي بشي عملها في النزل يبرمج بكري برشة بكري برشة بمعنى من وقت يبدأ يبرمج يعني يعني ما معنت هلا ينجم يكون شهرين ثلاثة شهر قبل يعني ما فيها بس لأنه إحنا نقارن بالأجنبي الأجنبي قبل بعام يبرمج يعني إحنا ما طلبناش كثير قلنا شهرين ثلاثة شهر وبإمكانه لأنه زاد نفهم أنه فما مسألة متاع عرض طلب ولما تجي أنت في بداية جويلة وتحب من غدوة تسكن في النزل وتقول نحب ناخر سعر معناها تفاضلي مش ممكن لأنه النزل تلقاها معناها معبي وفما حكاية العرض والطلب ولما النزل يكون فيها أماكن شغرة ولما يكون في فترة ما يش متاع ذروة ينجم يعطي أسعار تفاضلي لما يكون عنده معناها نفهم أنه الأسعار تتساعد كما كل شي ينطبق على جميع المجالات فماشي جديد فيما يتعلق بالديوان الوطني التونسي للسياحة لهذه السنة قد ينجيش نطوروا شوية في التعامل مع حرفائنا بمعنى كيف يستغل الديوان وسائل التواصل الاجتماعي تعرف اليوم المؤثر انستغرام ينجم يعمل لك حملة خير من الحملة الكلاسيكية اللي كنا نعملوها قبل كيف تستغل الوزارة متاعنا هذا الجنب نحن ليس كالسنة الفاردة على مستوى الحملة اللي قمنا بها على السياحة الداخلية قمنا بها حملة عن طريق المؤثرين هذوما وقام عنها التعامل مع جملة من المؤثرين التونسيين وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الانستغرام والفيسبوك واللي روجوا للسياحة تونسية بترقتهم الخاصة نجحة العملية هذية حسب لاليوم والله اللي زيكو كنوزفان انو نجحت وانو ناس تبعتها وإيزان أبريسي مش نواصلو هكيا مش نواصلو ترويج لسياحتنا عبر هذه الوسائل ونبالو شوى احنا توا اذا كان تجربة نجحت يجب نواصل فيها ويجب ندعمها ان شاء الله مش نواصلو في نفس التمشي هل انو عنا نقص امكانيات مش من توسعوش ومن لا هو ديما الامكانيات لازم هو تقول فما نقص الاكيد انو فما نقص والاكيد انو يزم فما حسن تصرف في الموارد لانو نعرف الوضع اللي تمر به بالبلاد والامكانيات متع البلاد ونحاول انا نكون معنتها نعرف نتصرف في الموارد المالية وعلى ذلك من نجموش نقارن رواحنا ببلدين اخرى حتى بلدين مجاورة لانا امكانياتها بالحقيقة اضخم بكثير ولكن هذا ميخلينيش مهوش اكسكوزي لزم احنا نحاول انو نحاول نقوم بحاجات كبيرة ان شاء الله كيف يتواصل الديوان والوزارة بصفة عامة مع السياح سواء المستوى العالمي او الداخلي كيفش التواصل مع الحورة فهمتاكم هل انو تتلقاوا بعض الملاحظات هل انو فما طريقة التواصل معاكم للاشارة لبعض التجاوزات او ايضا للشكر زيدك واحد يعيش تجربة بيه في الاخر مش يشكر فهل انو فما طرق التواصل مع الناس هو فما خالية مع انتها تستمع عندها فما يندرس مع انتها ميل اللي جي فيها كيما قلت سيادتك السواء التشكيات ولا الشكر ولا غير ونتعامل مع الحالات حالة بحالة ونحاول نحل الاشكاليات لان احنا في الاخير احنا معطى انترميديار مع يعني النزل والوكالة الاسفار والمدخلين في القطاع بصيفة عامة اليوم تصنيف النزل وانتي جبت عن النزل كيفش يتم هل انو الازتوال قاعدين يزيد وقاعدين ينقص والنزل المتاعنا قاعدين تتطور يأخذ علي شروط معينة على مستوى ادارة المنتوج في الدماء المطني السياحة معانتها فم زيارات تفقد احنا حكينا على استعدادات الموسم السياحي قلت لك فم استعدادات على مستوى المنتوج والاستعدادات هذه تتمثل في زيارات تفقد التي تتقام من اول سنة حتى يعني الاخر سنة ديما فم في زيارة تفقد المتفقدين ديوان الوطن السياحة اللي يزوروا النزل واللي يتفقدوا كل شيء في النزل من الاكلة من المسبح من الغرفة معانا كل الاشياء اللي تخص النزل يقع تفقد متاحه وعلى وضو هذاك ترفع التقارير وتأخذ القرارات وديما نقول اللي ماهوش الغاية العقاء بالعكس هو الغاية مغلقين لسبب أو لآخر هل أنه فما خطة اليوم من الديوان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما يتعلق بالوحدات الفندقية المغلقة شوف الأرقام هذه باحتراز لأن ما عنديش الأرقام الصحيحة معناها قدش من نزل مفتوخ قدش من نزل مغلق ولكن تقريبا قدلك يمكن 20 أو 25 بالمئة من نزل مغلقة وكيف ما حكينا في قولنا أن السياحة ووزارة السياحة ما هيش هي فقط مداخلة في الموضوع وهذا ينطبق أيضا على النزل المغلقة فما عدة أطراف مداخلة في الموضوع ولكن وزارة السياحة من دورها أن تسعى للتدخل لديه جميع الأطراف من أجل حل حل هذه الإشكاليات لأنه كما قلت لك نحن نحب النزل بتاعنا لكل محلولة ونحب الناس كل تخدم ونحب يكون عنا عدد كبير من السياح في 2024 وفي السنوات القادمة كما وكيف بيش تنزح التونسي بشي ناجم يقضي وعطلة مريحة في نزل من نزل التونسي قبيلة في الأوف مش قولكم اللي نحن حكينا برشا في الموضوع هذه متاع التونسي مفرط ترى الطاولة مع بيهم بعض الكل وهذاك يمشي وهو تبذير وحرام فاليوم هل من نصاح ناجمو قدموها لتونسا مشي ناجمو هما زيدا يتمتعوب ببلادهم وبشمالها وهذا حقهم زيد هؤلاء معنات بكل معنات من غير معنات صام برمتر باش ننصح وباش ناما اللي نقول ومعنات فقط الغزيرفاسيون على بكري هذا هو نقوله انه ماذا بينا التونسي كما الاجنبي يحجز عام ولا ستة شهر قبل التونسي ما هوش ما نقولوش عام ولا ستة شهر وقولوا ما كثة شهر قبل يحجز يتصل بالوكالة الاسفار والنزل والفمت وأنا متأكد انه مش يلقى السعر اللي حب عليه إذا كان مش يحزز الفترة معناتها بعد ثلاثة شهر مع العلم انه الاسعار ما هيش محد ما تدخلش لوزارة في تحديد الاسعار هما خواص هما خواص والاسعار حرة كله خاضع للعرض والطلب عرض وطلب واسعار حرة ومع تماما عندنا حتى كوزارة وكديوان من نجمش من نجمش تدخله في الحكايات مثال الاسعار لشيك فاكنس هذي والتعامل مع التعاونيات بالنسبة للموظفين هل هذي من مهام الديوان هل فم مشروع في هذا الاطار هي اقتراحات احنا قمنا بعادة اقتراحات ولكن تبقى ديما معتها يلزم جميع الاطراف معنى تكون متحمسة للموضوع حتى معنى نوصل باش نجسمه على ارض الواقع مرات في السيف خاصة نشوفه على صفحات الفيسبوك مثلا ان يهبتو تساور لوضايات خائبة وغيرت وانسا ساعات محات عاشوها في نزل من النزل ويصوروها ويهبتوها حتى خنفوسة في البيت ولا أوسيخ ولا غيرو ولا في الرستوران شنو ينجم يعمل المواطن كي تعرض لوضايا من الوضايات هذي ابا غنو يهبتو ينشر على الفيسبوك لا هو حتى في في اي نزل تلغى معناها عندك الامكانية لانك تريكلامي نعمل في النزل يحطه معناتها عندك الامكانية اما للشكر اذا كان انت عجبتك الاقامة وكل خدمات وكل شيء تنجم تشكر ونفس الشيء اذا العكس اذا العكس نجم زادت عبر على ذكر للنزل البيض واذا تتجاوز اذا كان ما تفعلش معاك النزل نجم مصالح الديوان كيف كيف على الذمة وكيما قلت لك فهم خالية تسمع للتشكيات وفهم يون ادريس ايميل اللي معنا تجيع لها التشكيات هذي نحنا نحكي وفي العالم كل على السياحة الثقافية السياحة الشاطئية السياحة الاستشفائية مؤخرا نزيد نحكي وعا السياحة الرياضية صحيح صحيح احنا معتا اكس ما اليزاكس اللي ما انت نعولوا عليه هو السياحة الرياضية ونهيك انو قمنا بعدة عمليات في المجال هذا منها اذا تتذكروا في جانفي اللي فات دعوت الفريق البلجيكي عند الراخط لإقامة تربسه الشدوي في تونس كذلك قمنا بتنظيم دورة تونس للسولجين بتعاون مع الجامعة الفرنسية للسولجين في افريل اللي فات في تبارقة كيف كيف فمع عديد الراليات اللي قاعدين تسندوا في التنظيم بتاعها في تونس اللي تصير في مناطق الجنوب التونسي رالي اوتو رالي موتو وعديد الاشياء معنا في المجال الرياضي هذه السائفة وديما في المجال الرياضي عنا الألعاب الأولمبية تخمم وزارة سياحة وديوين انهم يستغلوا هالتظاهرة الكبيرة هذية العالمية مش يروجوا للسياحة التونسية هو لازم ان شاء الله نكونوا معنا بأي معتها طريق نكونوا حاضرين في المحفل هذية الدولي لانه عندك معتها مناسبة متميزة لانك تبرج شورت عنا خطة انت مخضرين حاجة هو اللي نعرف وفما معتها خطة على مجال الوطني على المستوى الوطني يعني فما عدة وزارات وكل شي تخطط للتواجد وكل شي وعلى مستوى الديوين ان شاء الله عن طريق مكتبنا في باريز ان شاء الله نكونوا حاضرين نكونوا حاضرين في الترويج للسياحة التونسية نشكرك برشا ياتيك صحة كان معنا سيلوت في معني هو المدير المركزي للترويج بالديوان الوطني التونسي للسياحة اخر حاجة نختم بها سمحني مش نختم بها طريقة الاستقبال متاع السياح مرات في الميناء في الموانئ او في المطارات كالجانب الفولكلوري متاع الطبال والذكرى هالانوذة يتحذروا الوزارة متاع السياحة ولا فيما اطراف اخرى تدخل فيه لان برشة وينس اليوم يقول لك يزي بالطريقة الكلاسيكية هذية وحتى مواطنين بالخارج وهم راجعين يقولوا عننا برشة منوريو بخلافة الصورة المتكررة ليه ولا حقيقة اذا كانك تحكي على طبال وزكار الميناء يعني ما احنا لا دخل رناف اه واضح هذيش حبيتنا عرفها الانو ديوين هو اللي موش فعل هذية او لا معنش حتى دخل في الموضوع لكن احنا احنا ديما ننأكد انو انو فما نسبة موديرن فما الى جانب لوتون تي سيتي متاعنا اللي نحبو نوريوها كذلك لكن فما الناس بي موديرن اللي تونس تنجم توريه زادة وهذا ما نعمل عليها احنا حتى مثلا انتو في التضاريات في الخارج كي نشارك في معارض دولية وكل شي نحاول نشارك الى جانب الوتون تي سيتي بتاعنا اذيك نحافظوا عليها ما في ذلك شك الى جانب الوتون تي سيتي اخيرا شاركنا ومعنطها في برلان في المانيا وهذهنا لوحة فوسي بتاع برجيل معنى وكانت موجودة في السند يعني برمتر انفالور الكولتور ومعنطها الموزيق التونزيين دوك هذا هو احنا نحافظ على الجانب الوتونتيك الاسيل في المتاع البلد وبراليلا نوري الجانب العصري امتاعنا شكرا المرة اخرى اللي كاتيك ساحة سيلوت في الماني المدير المركزي اللي ترويج بالدوان الوطني التونسي للسياحة اذا فتتكم حاجة في الحوار معاسي لطفي تنجموا ترجعوا للصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية على الفيسبوك التوين سنعودوا نذكروا اللي اهم حاجة انك تاخذ بيت في نزل بيسوم مناسب انك تريزيرفي على بكري وتشوف سيدة انا هو اللي ساعدك لانه كيما قلنا قبيلة فما عرض فما طلب فما اسوام في المتناول واسوام غالية وبما انه خواص خواص هما اللي عندهم النزل اللي مش لوزارة فبالتالي حسب العرض والطلب انتم حاولوا تلقاوا العرض اللي نسبكم ان شاء الله تعديوا عطلبها وما غير ما نوصيوكم اللي يجب نستحفظوا عليهم النزل بتانا كيما نستحفظوا على ديارنا شكرا لكسيلوت في مرة أخرى نهاركا سعد لي نمشيو النغام ونبعد ننتقلوا من السياحة للعلوم لأنو نخذوكم ونمشيو لمدينة العلوم ثم نعودو نخرجو من استوديو ونمشيو نصافحوا ديار دين الكريف اللي اليوم نتحثوا على التونسي والاستهلاك وارتفاع الأسعار تقضيو بالجمعة تقضيو بالشهر تقضيو كل يوم ويومه كيفيش التونسي يستهلك معنا وكيفي يصرف وش نحويل الأسعار في أسواقنا